الانتقادات الموجهة للسياسات الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن لم تعد تأتي من الداخل الأمريكي فقط بل إنها بدأت تأتي من الخارج وتحديدا من بريطانيا ومن هذا الرجل المهم في بريطانيا اللي هو توباز إيلوود وهو رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني وكان وزيرا للدفاع في بريطانيا من 2017 إلى 2019 انتقد تماما قرار بايدن في الانسحاب من أفغانستان واعتبر بأن هذه رح تترك فراغات استراتيجية خطيرة جدا من الممكن أن تؤثر على المنطقة بأكملها ونحن معنيون في ذلك كعراقيين على الأقل خلال الأربع سنوات القادمة يجب أن ننتبه إلى هذه المتغيرات لأنها ممكن جدا أن تشعل العراق بشكل كبير بين روسيا والصين وإيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بأكمله وتكون نقطة الوصل بشكل أكبر والساحة هي العراق إذا ما ألقنا نظر على طبيعة هذه الاعتراضات البريطانية الهائلة والموجودة الآن هي تأتي بسبب التقدم لحركة طالبان الكبير والسريعة حقيقة في الداخل الأفغاني الآن هم بالنسبة لحركة طالبان سيطروا على مدينة غزني اللي هي طبعا تبعد 150 كيلومتر فقط عن العاصمة الأفغانية كابل وهذه طبعا تعتبر فدنقطة استراتيجية جدا وانتصار كبير لحركة طالبان اللي الآن أيضا عندهم هدف رئيسي في السيطرة على إقليم قندهار وكذلك على إقليم هلمند هم دي حاولون يسيطرون عليها لأن هذه بها مو بس مكاسب استراتيجية بالنسبة لهم وإنما أيضا أن هذين الإقليمين بها قبائل داعمة بشكل كبير إلى حركة طالبان منذ نشأة الحركة وكذلك أنه هم أيضا سيطروا مؤخرا على مطار قندوز وهذا طبعا يعتبر فد إرباك كبير جدا وديضغطون على مزار شريف وهذه طبعا بعد الحادثة وحادثة السيطرة على مطار قندوز تحديدا خلت الرئيس الأفغاني مباشرة أن يتصرف ويقيل رئيس القوات أو قائد القوات الأفغانية واستبداله مباشرة بقائد آخر وتوجه هو بنفسه هذا الرئيس الأفغاني من كابل مباشرة إلى مزار شريف من أجل شد الهمم بالنسبة للقوات الأفغانية لمواجهة حركة طالبان وكذلك هناك خطة مهمة جدا بالنسبة لحكومة الأفغانية أيضا أعلنت بها مو بس طالبان اللي هاجموا إنما هم أيضا يريدون يهاجمون المناطق الشمالية بالنسبة لأفغانستان من أجل حماية العاصمة الأفغانية كابل ولكن التقديرات للسي آي اي التي صدرت مؤخرا مع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل واللي رح ينسحبون وياهم أيضا متعاقدين أجانب اللي هم يسوون صيانة حقيقة إلى الطائرات وغيرها من المعدات العسكرية ستة آلاف من عدهم أيضا رح ينسحبون مع القوات الأمريكية وكذلك ثمانية آلاف من القوات الأجنبية أيضا اللي موجودة من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية ستنسحب مباشرة طبعا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك تقرير السي آي اي الآن الجديد حول هذه الظروفة حول هذا التقدم السريع دي يشوف بأن خلال ثلاثين يوما كابل ستحاصر بشكل كبير وستعزل تماما من كل المحاور وحركة طالبان رح تسيطر بشكل كبير عليها وكذلك خلال تسعين يوما ستسقط العاصمة كابل بيد حركة طالبان وعلى هذا الأساس وبهذه التقديرات اعتبروا البريطانين هذه مشكلة خطيرة جدا تتصير للمنطقة ليش على أي أساس ليس على أساس مصلحة أفغانستان بالدرجة الأساس ولكن هي لأسباب استراتيجية مهمة يجب أن ننتبه إليها القضية الأساسية بأن هذا الفراغ اللي حال ترك الولايات المتحدة الأمريكية ستملأه الصين وستملأه كذلك روسيا وكذلك ستملأه إيران ويجب أن نفهم أيضا أن الروس موجودين أيضا في سوريا ومسيطرين على البحر المتوسط ولديهم قواعد ولديهم مطارات وكذلك الروس أيضا موجودين في العراق في الشمال على مستوى الاستثمارات في النفط وكذلك موجودين في الجنوب وسمعنا عن العقود الكثيرة بالإضافة إلى الصين التي تمتلك أيضا عاقدا في إيران كبيرا جدا وكذلك عقودا في العراق ويجب أن لا ننسى أيضا عقود واضحة جدا هم لا يدخلون بالقوات بل يدخلون بالمصلحة الاستراتيجية وبعد ذلك إذا كان هناك خطرا سيدافعون عن ذلك الأمر الاستراتيجي المهم يجب أن لا ننسى أيضا أن الإيرانيين هذه تفتح لهم فرصة كبيرة جدا بالإضافة إلى خلاصهم من الوجود الأمريكي في خاصرتهم بهذا الشكل الكبير أن لديهم فصائل في العراق ولديهم في سوريا ولديهم حزب الله اللبناني وكذلك لديهم أيضا سيطرة في اليمن مع طبعا الضغط على الخليج بمستوى عالي خاصة على قضايا السفن التي نراها ومضيق هرمز وغيرها من هذه المواجهات الكبيرة وبالتالي على هذا الأساس حقيقة هناك أمور أيضا كشفت يوم أمس منها أردس حقيقة الإسرائيلية من طبيعة زيارة رئيس السي آي إلى إسرائيل الوفدين اتفقوا على قضية مهمة جدا تجري الآن في إيران اللي هي قضية الاتفاقية النووية ووصلوا إلى قناعة تامة بأن هناك فرص ضئيلة جدا للعودة إلى الاتفاقية النووية الآن في ظل رئيسي وفي ظل الحقيبة الوزارية اللي رئيسي قدمها حقيقة أيضا مؤخرا من وزارتين الدفاع والخارجية قدم ناس متشددين من الحرس الثوري الإيراني إلى وزارتين الخارجية وكذلك الدفاع وهذا هو الذي يجعلهم يقيمون الأمريكان والإسرائيليين أن إيران متوجهة إلى عدم العودة إلى الاتفاقية النووية وإلى التصعيد بشكل أكبر في المنطقة لذلك الأمر اللي يهمنا إحنا كعراقين في هذه النقطة أنه ستجعل العراق طبعا منطقة شد وجذب كبيرة جدا مع وجود القوات الأمريكية طبعا بهذا الشكل ومن صراع حقيقة من هذه الأطراف والنقاط اللي هم مسيطرين عليها وكذلك من الغرب الذي سيهدف أيضا لمقاومة هذا التقدم خاصة وأن بايدن هدفه هي مواجهة روسيا والصين على هذا الأساس البريطانيين وحتى الواشنطن تايمز شافوا لو اتبع بايدن ما قام به مؤخرا في العراق وهو نموذج مرحب به بشكل كبير تحويل القوات الأمريكية من قتاله إلى تدريبية في أفغانستان وأن لا ينسحب بشكل كامل ستكون له مكاسب كبيرة جدا شوف شان رقالة الواشنطن تايمز على هذا الأساس سيكون لقاعدة أمريكية في أفغانستان فائدة استراتيجية هائلة فإذا قام بايدن بتكرار نموذج العراق لعام 2021 فلن تكون طالبان قادرة على التباهي بأنها هزمت الولايات المتحدة الأمريكية ليست قضية هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية فقط بل أن هناك أمور أخرى بأن وجودهم بهذا الشكل التدريبي في أفغانستان سيمنع تنظيم القاعدة من أن يعود مرة ثانية اللي هو على أساس صار غزو أفغانستان كذلك حركة طالبان لن تستطيع من التواجد وأن تسيطر على الأمور في الداخل ويعود التشدد من جديد كذلك أن بايدن سيكسب قضية مهمة جدا هو الجيل الذي نشأ منذ غزو الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان أنه الآن هذا جيل كبر وهو جيل صديق إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيجب أن يحافظوا عليه وكذلك أنه سيمنع روسيا والصين من ملء الفراغ وبالتالي يحقق أهدافا كثيرة على مستوى السياسة الخارجية ولكن بايدن بتصريحية الأخير بأنه ليس نادما من الانسحاب من أفغانستان وليس نادما عما فعله وأن على الأفغان أن يقاتلوا وأن يحاربوا من أجل أفغانستان وأن يقررون مصيرهم هي تبقى النقطة الفاصلة والصعبة بالنسبة لأفغانستان وبالتالي هنا تبدأ على ما تستفهام كبيرا على مسائل الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية في مسائل البقاء والانسحاب حتى على مستوى منطقة الشرق الأوسط